نرحب بحضراتكم مرة تانية ما فيه شك انه مركز مصر البيانات والحوسبة السحابية الحكومية اللي افتتح ورئيس عبدالفتاح السيسي هيكون ليه اهمية كبيرة ومكاسب اكبر مكاسب هتعود على المواطن والخدمات اللي بتتقدم له وده اللي خلانا نسأل النهاردة بشكل اعمق ايه اهمية هذا المركز ايه ثماره في المستقبل ازاي هيقدر نهوين المصر نقل نوعية تكتولوجية رقمية على المستوى الحكومي وزي نعكس على المواطن زي مؤنية طبعا بكل تأكيد كل هذه الاسئلة والاستفسارات هيجاوبنا عليها الوقت يضفنا لمنورنا فيها الستوديو دكتور اسام عبدالرقوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية دكتور صباح الخير يا فن صباح النور على الحدد يا اهلا محاولة المشاهدين دهاركم اهلا وسهلا يا اهلا بك في البداية لو نوضح لسادة المشاهدين كده المفهوم العلمي لهذا المركز الحساب السحابية هو بداية انا عايزين نوضح للناس مركز بيانات في الاساس هو ايه لان ممكن الحد البسيط اللي بيستخدم كل يوم التطبيقات بتاعة الفيسبوك وبيستخدم السرش انجين جوجل وويوي ما عرفش ان دي اساسا موجودة مستضافة في مركز بيانات ولا يمكن انها تكون موجودة للحقيقة الا جوه مركز بيانات ومركز البيانات اللي احنا بندخل عليها على كل التطبيقات دي مركز بيانات عالمية موجودة في كل حتة بره مصر طبعا فمركز البيانات هو حلم اي دولة في الدنيا عايزة يبقى عندها تطبيقاتها ويبقى عندها حاجتها ويبقى عندها بياناتها ويبقى عندها امن بياناتها والكلمة دي تحتها خمسين خطبة فمصر من 2018 وهي بتخطط لمركز البيانات اللي افتتح سهو يعني الفترة دي دايما احنا بنحس بالحاجة دايما بعد افتتحها ليه؟ تخيل حضرتك احنا نقام عاصمة ادالية جديدة واضرب لحريك مثال بسيط جدا لو حضرتك اي حد من المشاهدين ربنا رزقوا ببيت جديد جميل كده وهينقل فيه متخيل لو عنده جراج تحت فيه كل الكراكيب بتاعته وخده معه رايح البيت الجديد يبقى كده مراحش بيك جديد حضرتك يبقى هو كده عنده مشكلة كل جهات الدولة عندها سرديب فيها ورقيات لا تتخيلها وزارات الدولة مقرشفها كمية اوراق القانون بيمنع اعدامها اساسا فالدولة لما قالت هنقل عاصمة ادالية جديدة يبقى لازم الورقيات دي يبقى لها حلول لانها مش ممكن هتنقل بيها ومش ممكن هتنقل في عاصمة ادالية جديدة بفكر الورقيات القديمة فبدأوا يعملوا مشروعات بالتوازي مع مركز البيانات اللي اتفتح مركز البيانات اللي اتفتح ده هنتكلم عنه كمان شوية بالارقام كده حاجة يعني كويس هو مش مركز واحد على فكرة هم تلاتة وهنتكلم عنه اهدفه ايه والحسابة السحبية في ايه وازاي هيدفع الذكاء صناعي احنا الدنيا اللي اتعملت دي كبير قوي فالربعمائة فيه ربعمائة مليون ورق حكومية ربعمائة مليون ورق حكومية اتعملوهم ارشفة وتحولوا رقمي عشان ما يتنقلوش ورقيا يروحوا الوزارات والاماكن الجديدة نقطة التانية لما حضرتك بتنقل الورقي انت ما بتلقنش ورقي ان حركة تعمل اسكان وتاخد صورة ضوئية الكلام ده لا يمكن بتعمل في دولة وفي العصر اللي احنا فيه وفي العلوم اللي احنا فيه دولة بعمق مصد بتتفرغ دي بتتفرغ لانها بتبقى داتا بيانات سيرشابل ادور فيها كذا يعني الشكل مبقاش صودة ورقية كده غير قبل البحث في محتواها ولا 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 لا ده بقت صورة معلومة رقمية بقت موجودة للدولة فانا بتكلم دلوقتي ان انا مش بعمل مركز بيانات انا بعمل حكتين بعمل عقل لدولة وذاكرة لدولة وبتكلم على حكتين مفاصلاتين الذاكرة دي هي اللي فيها الارشفة اللي احنا اتكلمنا عنها دي فيها كل الدولة كان فيها ايه وبياناتها ايه ووضعها ايه وشكلها ايه وهقول كمان شوية اهمية البيانات دي وعقل بقى عشان النهاردة مركز البيانات هو حكتين تخزين وقدرة حوسبية يعني تحليلي دكتور عشان بس نقدر نوصلها اكتر للمشاهدين هلتك تقصد انه يعني ذاكرة وتحليل كمان للبيانات الموجودة؟ بالضبط حضرتك النهاردة لو عايزة تفكري في اي معلومة في الدنيا فبتنقلها لذاكرتك الاول وبعد كده بتشغلي دماغي فيها فهو الاتنين مع بعض مجتمعين ان انا النهاردة حطيت كل المعلومات بتاع الدولة دي في ذاكرتي وبدأت اشغل دماغي فيها عشان اطلع منها ايه الجديد وايه المعلومة الجديدة بالطبيعة بتاع العصر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي فالمركز البيانات اللي اتفتح مخطط له من فترة كبيرة اوي الدولة عارفة انها تعمل تكاون ما بين الحاجات ازاي مركز البيانات اللي اتفتح ده كانت تعاون ما بين وزارات كتير اوي حالك ممكن شفت وزير الكهرباء موجود في الافتتاح لان مركز البيانات ده جزء رئيسي منه هو الطاقة بتاعته هتبقى موجودة ازاي وشكلها ازاي ومؤمنة ازاي وبدأيلها ازاي ومنها طاقة متجددة وطاقة عادية ازاي ومنها جزء منها وزارة الاتصالات وكذا ومنها وزارة التخطيط عشان حاجة الدولة اللي هتتقنى وجزء منها وزارة مركز في يعني الدولة بتشتغل منظومة مع بعضها فده عشان كده حاجة شفت التضافر اللي كان موجودة دكتور في نفس السياق حديث حضرتك وخلييني يعني اضع نفسي مكان المشاهد اللي ممكن ما يكونش عنده خلفية كبيرة قوي عن فكرة الارشافة زي ما حضرتك تحدثت والذكرة والبيانات والرقمنة والفكرة دي وفكرة تخزين حتى البيانات بهذا الشكل ممكن حد يقول دي ذاكرة دولة في مصر زي ما حضرتك قلت وعدد مهول من الورقيات هل ده مؤمن؟ يعني هل النظام ده مؤمن؟ ده سؤال رائع صراحة لان يعني انا طبعا هتكلم على ردا على سؤال حضرتك ده بنقطتي او محورين انا اسف يا المحور ان فيه حاجة اسمها تأمين مراكز البيانات المعتاد عليه عالميا اللي هو بيسمون تأمين الفيزيائي والتأمين السايبراني تمام؟ فيزيائي ده يعني ايه عشان نبصلت للناس زي ما بأمن بنك مصفحه وحراسه وكاميرات مرأبه ويوي ده فيزيائي ده والناس كلها عارفة يعني ايه تأمين اي مكان حام بيتم ازاي تأمين سايبراني بقى انه ما يخترقش محدش يعرف يدخل يخترق بياناتنا وده معمول على اعلى مستوى والجميل فيه ان اللي مؤمنه شركات محلية احنا ولادنا ولاد البلد اه في 14 شركة محلية مشغالين مركز البيانات الجديد في 1200 مهندس من ولادنا مشغالين مركز البيانات الجديد فاحنا ولادنا ولاد مصر ودي اهم حاجة نقطة تانية بياناتك عندك على ارضك كان زمان لما ما عندناش ضخامة اللي موجودة دي انا لسه بقول لحضراتكو دول تلات مراكز بيانات مش مركز واحد طبعا اللافت الانتظار الانظار انا اسف قوي بي وان لان بي وان هو اول مركز حوسبة سحبية بالضخامة دي واول مركز في قدرات ذكاء اصطناعي ده على ارض مصر وفي شمال افريقيا في المنطقة بتاعتنا يعني ايه ده حاجة جميلة وده حاجة مش هتستفيد منها مصر بس لا ده حاجة لها مردود اقتصادي كمان ليه احنا مصر ربنا حبيها بموقع يعني مفيش اجمل من كده فتسعين في المية من كابلات الالياف الضوئية اللي شايلة الانترنت على سطح الارض بتعدي على مصر طالما انت بتعدي عندي لو خدمتك عندي وعندي مركز بيانات ياخد خدمتك طبما انت بتصدف عندي وقدر احطك على مركز بياناتي وهي على ديها من السعب اللي اكبر من احتياجات مصر بمراحل احنا النهاردة الجزء اللي مخصص لمصر بيقدر يشيل خمسين الف مستخدم متزامن متزامن اهم من المستخدم اللي هو في نفس الثاني في نفس اللحظة داخلية وقدر تشيل عدد الشركات الضخمة محتوطة 3600 مؤسسة حقومية هيبدأوا تشيله وقبله كل ده وانا بقول المركز ده معمول دلوقتي يقابل للتوسع بشدة في نفس اماكنه تماما استجهزات معمول حسابه التوسع مستقبله طبعا طيب طيب اتفضل دكتور قد يتساءل البعض ايه انا هستفيد ايه انا كمواطن هستفيد ايه ايه انا كمواطن هستفيد الدولة بتجمع بياناتها وبدل مكانة وراقية بقت رقمية كمواطن ايه هيعود علي طيب أنا هسأل المواطن البسيط جدا أنت دلوقتي لما بتروح تطلع شهادة ميلاد رقمية بسيطة خالص كده إيه المجهود إيه فرق الوقت اللي كنت بتاخده عن زمان ما كنت بتطلع واحدة وتقف على شباك دلوقتي تدفع تمام الشهادة يتبع لك من قواعد بيانات مصر صح ولا لا؟ طيب النهاردة لما كنت بتعمل مصلحة حكومية تستدع أن حضرتك تروح لثلاثة أو أربع أماكن مختلفة لما بتعمل رخصة عربية وتطلع تروح لمرور والنيابة عشان تجيب شهادة بيانات ومخالفات والجهة تالتة وكذا لو جهة فيها تأمين صحي عشان لو سائق بيعمل تأمين صحي لو جهة مش ده كله طيب لما كل حاجة مصر وكل وزارات مصر تستضف في مكان واحد هينشأ حاجة اسمها هقول اسمها العلمي وهقول اسمها الدارج أو حكومة لحكومة يعني بيانات الوزارات كلها تتصل مع بعضها البعض داخليا فالمواطن يقدر ياخد خدمته من نقطة واحدة وإن تعددت خدمته في خمس ست سبع وزارات لأن كل بيانات الوزارات أصبحت مستضافة في مركز بيانات ومتصلة داخليا فأقدر أدخل البيان الداخلي وأقدر أديله الخدمة من منتهى السهول السهولة أنا آسف ومنتهى اليسر اللي في الداخلي رقم البطاقة بتظهر كل بيانات كل بياناتك هو ده الرقم بتاعك اللي أنت ماشي بيه على الأرض بعد كده لما المستشفيات فيه مشروع في مصر كبير جدا هيستضاف برضو المخ الرئيسي بتاعه في مراكز البيانات دي اسمه ميكانت مستشفيات مصر كلها بمعنى أن البني أدم المصر هيبقى له حاجة اسمها ايه؟ إلكتراني كارفريكو أو رقم صحك سابت ده بيمشي بيه على أرض مصر لو راح بيه هنا راح بيه هنا راح بيه مستشفى راح بيه حاجة داخلية خاصة كذا كذا أنه هيقدم خدمة للجهات الخاصة كمان عشان يطلع على ملف المريض لأن انت تسعين في المئة من تشخيصك هو بياناتك التاريخية المرضية طبعا النهاردة لما يعرف كان عندك إيه وعندك إيه وعندك إيه وعندك تاريخ الصحيح أه وبعدين العلم رايح دلوقتي نحية شكل جديد للطب الاسمه البرسوناليز ميديسين أو الطب المخصص أن كل واحد يبقى له علاج غير الثاني لو عنده رفس العرض صحيح شكل الدنيا رايح لشكل مختلف فلا هيستفيد صحيا لما يبقى عنده تاريخه كله اللي هو من يوم تولد كل حباية ده واخدها وكل حاجة شخصة وكل أشعة عنده كلها بدل الحاجة اللي بيمشي بها دي هيستفيد على مستوى خدماته والراحة هيستفيد على مستوى أن الأماكن اللي ملك الدولة اللي كان مخزن فيها أطنان الأوراق دي لما تبع لصالح الدولة ده دخل الجوة الدولة وتتحط الجوة الدولة وهتتحط وأماكنها كلها أماكن مميزة جدا هتستغل سياحيا واستثماريا وكل حاجة في استفادة من كل الطرق وكل الأشخاص دكتور برضو خلينا نعرف من حضرتك يعني ايه حوسابة سحابية يعني كمصطلح ممتاز ممتاز تمام بص حضرتك زمان لو جه شركة صغيرة ستارت أب زي أولادنا اللي تكلم عنهم معالي الرئيس في الخطاب واللي هو نفسه إن كلهم يفتحوا شركات ناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات حاب بيعمل شركة ناشئة أي حلم أي شاب بيعمل أي شركة ناشئة هيدور على مكان يستضيف فيه بياناته كان زمان ما قدموش غير إنه يعمل سوربر أو خادم زي ما يتقال عليه باللغة العربية يستضيف شركته وتطبيقاته والحاجات اللي عايز يشتغل فيها كلها لو شاب ناشئ أو شركة ناشئة أبلا شاب وعايزة تعمل مركز بيانات صغير أو شاب عايزة يجيب سيرفر صغير ووصله بالإنترنت ووصله وصله رقم الحاجات دي رقم ضخم جداً ده مش جهاز كومبيوتر ده سيرفر قدراته الحوسبية ضخمة فأنا النهاردة لما أقول شركة متوسطة الحجم في مصر عايزة تعمل مركز بيانات بتكلم في 30 مليون جنيه ده رقم كبير جداً جداً تخيالي حضرتك إن أنا النهاردة الشركة دي ممكن تؤجر على السحابة المصرية الموجودة ما يناظر اللي كانت هتستفيد بيه بمركز البيانات بالزبط بإيجار شهري يوصل مثلاً خمس تلاف ستلاف جنيه في الشهر إيه رأي حريك بقى الرقم ده والرقم ده هيبدأ كده بسهولة ولا لا؟ طبعاً طيب ولو حب قدام شوية لو الشركة دي بعد خمس سنين كانت كبرت ومركز البيانات بتاعها اللي كانت بتلاتين مليون جنيه ده كان موجود وحبت تكبره هتصرف حاجات طائلة وهتستنى لحد ما يوصل للآخر كذا لا، السحابية بقى فيها ميزة ظريفة أمي أولاً هي مش في السحاب ده عشان نوسط الدنيا هو مسمينها كده لأنها ماشية معاكي في مكان ما تكوني زي السحاب من أي حتة تأكد خدمات منها دي يعني برضو خيني تأكد من حضرتك دي زي اللي بيطلق عليها أو الدارج أو الشعانة الاي كلاود أو الكلاود بزبط هي دي الكلاود المسمى بتاع السحابة هي كده النقطة التانية هي خادم سورفرز أو مركز بيانات بس بالطلب وبتاخدي منه خدمات متعددة الخدمات المتعددة دي اللي أنا بكلم عنها دي اسمها خدمات استضافة يبقى أنا النهاردة وبعدين خدمات استضافها فيها ميزة زريفة قوي أنا النهاردة شركتي كبرت بعد ثلاث شهور هكبر السحابة فيها ميزة إنها قد ما عايز أخد أخد أكبر 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 زي ما أنا عايز ده ميزة الحاجة التانية دي اسمها خدمة استضافة بس لا ده فيه خدمات أرقى من كده يعني فيه برامج معروفة أنه رخصها العالمية بالخمسين ألف دولار والأربعين ألف دولار اللايسنز الرخصة مين يقدر على رخصة حاجة زي كده لو عايز البرامج دي يشتغل بها في شركة فبدل ما تشتريه البرنامج هو على السحابة وأنت عايز تستخدمه قد إيه في الشهر عشرين ساعة الساعة بقد كذا بإيجار بسيط جدا يبقى أنت السحابة خدت منها خدمة برمجية مش استضافة فأنا خدت البرامج اللي بمبالغ قد كده على قد ما أنا عايز أستخدمها استخدمها وبس ففيه خدمات عديدة جدا ممكن تقدم إن أستضاف إن أنا أخد ممكن أخد جزء تخزيني ليا خاص بيا كمان فيه خدمات عديدة ممكن تقدم من الجميل الجميل طيب أنا عجبني كمان حضاك بتدي مثال لكل حاجة عشان توضح لنا وتوضح للسادة المشاهدين وتبسط الدنيا أكتر يعني هذا المركز زي ما قلنا أنه هو هيكون في البيانات الحكومة موجودة فيها وكمان هيقوم بتحليل هذه البيانات إزاي تحليل هذه البيانات هيساهم في توضيح صورة أكثر لصنع القرار بإنه يقدم خدمات أفضل بإنه نعتمد على البيانات الموجودة ونقوم بتحليلها وبالتالي نشوفها نعمل إيه في المستقبل تمام إحنا دلوقتي دخلنا عصر الزكاء الاصطناعي الزكاء الاصطناعي بقى هو الحاجة الأساسية اللي موجودة في كل مكان والذكاء الاصطناعي بيتكلموا عنه دلوقتي على إنه هو الحاجة اللي لو في دولة في العالم ما دخلتهاش خلال العقد اللي بدأ من عشرين عشرين لعشرين خمسة وعشرين الدولة دي هترجع الوراء 40 سنة ومصر بدأت تمام طيب عشان يبقى عندي ذكاء اصطناعي يبقى عندي ايه أولا خلينا نقول هو ذكاء اصطناعي مناظر لذكاء بشري كده عشان نبسط للمشاهد تمام عندك ابنك في البيت عايز تطلعه عبقاري وهو عايز نعمل لمصر مخ ذكاء اصطناعي عبقاري هل ابنك في البيت عشان تربيه وتطلع مخه كويس جدا عايز تحط فيه قيمة كنتا وأخلاق كنتا وعرفة كنتا وأسلوبة كنتا عشان تطمن عليه لما ياخد المخ ده ويطلع به للدنيا وتفاعل بها مع المحيط وهو وصل عشرين سنة ولا حاجة كده يبقى انت عارف سلوكيات وكلها منضبطة ولا لا هو ده أنا كل العقليات بتاعة الذكاء الاصطناعي اللي تدربت على مستوى العالم مش متدربة على كود مصري مش متدربة على حاجة مصر فانت لو طلعت نفسك وبياناتك لها أولا ما تضمنش انها تبقى واخدة شكلك وعقدتك واسلوبك وثقافتك وكل حاجة منك والتاني مش رديك الحلول المناسبة لك بالضبط لبيعتك حضركتا فضلت بحتة ممتازة الحاجة التانية مش هتتمن انك تطلع بيانات استراتيجية لبلدك لو عايز حاجة في حتة استراتيجي استراتيجي انك تطلعها برا فانت عايز برضو تبقى عندك هنا فاحنا عشان ندرب مخ لازم حكتين لازم القدرة العقلية اللي انت عايز تدرب بها اللي هي البروسيسنج باور او القدرة الحوسبية الضخمة دي تبقى عندك ودي اول مرة تتوجد في مصر في مركز بيو عم بتاع العين السخنة بقى عندنا حاجة جي بيو بيلد او مبنية على بلاش بقى نقول الجرافيك بروسيسور يونيتس اللي هي الوقود الاساسي للذكاء الاصطناع بقى عندنا حاجة تقدر تفكر بشكل التكنولوجي بتاعت الذكاء الاصطناعي عشان نبسط للمشاهد طيب انا لازم حط لها بقى كمان بيانات اللي هتتدرب عليه فبقى عندي الجزء اللي طالع من اشرفة الحكومة البيانات اللي موجودة ولسه بنكمل لسه بنكمل انا بقول هو يعني اللي توجد ده دلوقتي ما يعادلش تلاتين في المية من اللي الدولة عايزة تحطه من بيانات لسه في سبعين في المية هيكمل دولة احلامها اكبر من كده في عشرين تلاتين بكتير تمام فبقى عندنا قدرة وبقى عندنا قدرة تخزينية ده احنا عندنا مئة وعشرين الاساسي بس مئة وعشرين بيتا بايت ده غير الفرعيين الاساسي في الف ومتين راك وفي الف تلتمائة وسبعين خادم سورفر غير الفرعيين في اربعة فرعيين فيهم الف وربعمائة راك تلقين وفيهم سبعين بيتا بايت قدرة تخزينية يعني لا الدنيا كبيرة الدنيا كبيرة بلاش احنا عندنا مساحة مئة وثلاثين الف متر بلاش ده كله عندك اماكن فيه لتدريب المهندسين على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي انت لو كنت عايز تدرب دولك انت هتدربهم فين لو ما عندكش المخ اللي موجود اللي تدرب عليه وما عندكش ده انت عندك قاعات وعندك اماكن مجهزة دولة عمل حسابها رفع الكفاءات دولة دخلة بخطة بخطة حتى كل حاجة حتى انت عندك ايه اعمل لك الانيبلرز او الممكنات اللي احنا بنقول عليها باللغة العربية اهي عندك الممكنات وعندك اهي التخزين وعندك او البروسوس عايز الكاليبرز عايز المهورات التالنت هتدرب لك الناس وعمل لك كذا وعمل لك كذا فهو ده وده المحور اللي كان فيه كلام ساتر ريس انه كان بيتكلم على الشباب كمان في دعا طيب دكتور كمان من ضمن الاهداف الحقيقة لمركز البيانات مركز مصر البيانات والحوسابة هو تقديم التطبيقات الحارجة ايه التطبيقات الحارجة؟ طيب بصي حضرتك احنا النهاردة فيه عندنا حاجات معينة زي ما قلت لحضرتك امنيا وكامن بياناتك لا يمكن تطلع برا مصر لا يمكن تمام احنا عندنا حاجات معينة عندنا في كل دول العالم استراتيجيا لازم تبقى على شبكات لوحدها في الاتصالات لازم تبقى على اماكن تخزينية لوحدها لازم 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 بس كل دولة بتخطط للطوارئ خلينا نقول باللفز الدارج الازمات والكوارثة على مستوى العالم يسميه كده النهاردة عند حضرتك مركز البيانات الرئيسي ده ليه جنبه اربعة فرعيين؟ لان في تطبيقات لا تقبل انها تقف ثانية ثانية لان عليها خدمات حارجة موجودة لازم تكون موجودة طول الوقت وبيانات لازم تكون موجودة طول الوقت وخدمات ربط لازم تكون موجودة طول الوقت حضرتك النهاردة لو مؤسسات مصرفية ولا مؤسسات بانكية حضرتك دخلت كده ولا ايتيها مش شغالة الناس اللي هم حسابات فيها هيقلقوا ولا ما هيقلقوش؟ طبعا فانا بضرب مثال على دي ومش عايز اروح لحاجات اكثر تخصصية يعني فانا النهاردة مركز البيانات الرئيسي بالاربع الفرعيين لو واحد في كسر من الثانية نزل ما بقاش موجود التاني بيقوم في الكسر من الثانية مفيش بني ادم بيعرف فدلوقتي شغالين بما يسمى علميا اكتف اكتف يعني ايه يعني ده قيم وده قيم فبالتالي ما بقاش عندك مشكلة مفيش اي حاجة حرجة ولا يمكن تقف هالتانيها شغالة طول الوقت لانها مؤمنة بما يسمى دي ار دي ار دي ار دي زاستر ريكافوري سنتر او مركز البيانات الاحتياطي للأذامات والكوارف طيب عظيم جدا ان اغتنب موجود حضرك معنا واتكلمنا عن كلية الزكاء الاصطناعي في المنوفية عن اقسامها عن اقبال كمان الشباب على الاتحاق بهذه الكلية طبعا اقبال مش عايز اقول له حضرتك الاجيال الجديدة يعني ربنا نحفظهم هم اذكى منا واشتر منا وانبغ منا شايفين الدنيا اكتر منا بكتير قوي واحنا في جيلهم طبعا فالاقبال بقى غير طبيعي لدرجة النفاق القدرة الاستعبية بعشر مرات تقريبا يعني الناس اللي كانت حطى الكلية مرحلة اولى قد اللي احنا ابناه بعشر مرات زيادة بالزبط مرحلة اولى وحطينها رغبة اولى دليل على ان الولايات بقوا فاهمين الدنيا راحة فيها الفوروم اللي اتعمل السنة اللي فاتت عالميا عشرين تارتة وعشرين الجلوبال اقانامك فوروم اللي هو المقنتدر الاقتصادي العالمي حط العشر وظائف اللي هم طالعين والعشر وظائف اللي بتمحيلو عشان الناس مزعلش منا النهاردة العشرة اللي طالعين تسعة منهم في مجال الزكاة الصناعة والحوسابة والحوسابة الصحابية واحد منهم اللي هو في الزراعة محطوط فيها ما يسمى الزراعات الدقيقة اللي قايم على الزكاة الصناعة والتكنولوجيا يعني ايه بقى الدمج كمان ما بين ده وما بين ده فطبعا الولاد بيشوفوا دا قوي والولاد مطلعين قوي فالاقسام اللي دخلت دلوقتي اقسام عندنا سايبر سيكوريتي امن سايبراني وده مهم data science علوم البيانات اللي بتحل البيانات كلها machine intelligence الذكاء الآلة اللي هو بيعمل ده كله وعندنا القسم الرابع intelligent engineering system ونظم عند السياح الذكية الخاصة بروباتيكس وبانترنت الاشياء والحاجات الجديدة دي كلها عظيم جدا طبعا زي ما حدك ذكرت يا دكتور اسابة هو مهم اهمية هذا المركز بتكمن في ان بيانات الحكومة موجودة بيتم تحليل هذه البيانات لانها بتساعد صانع القرار في المستقبل مش بس كده ده في اهمية كمان زي ما كنا نتكلم على استفادة المواطن من هذا المركز وليتم توسيعه مستقبلا ويقدم خدمات اكبر مش لمصر فقط ده للعالم كله على سبيل المثال لو مواطن من محافظة ومقيم في محافظة اخرى وكان محتاج انه يجدد البطاقة يطلع اي مستخرج رسمي فكان بيضطر انه يلازم يروح المحافظة بتاعته او المركز اللي هو يعني المحل الميلاد دلوقتي انت في اي مكان في اي محافظة من المحافظات المحافظة انت مقيم فيها تقدر تروح فقط بالرقم القومي سواء بي عايز تجدد البطاقة بتاعتك انتهت عايز تجددها عايز تعمل البسبور عايز اي مستخرج رسمي تقدر تطلعه فقط دلوقتي من خلال الرقم القومي فقط فده تسهيل وتيسير كبير جدا على المواطنين ومن شأنه طبعا تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين نحن نشكر حضرتك جزيلا شكرا لتوء اسامة عضل رؤوف عميد شكرا لحضرتك يا فاند عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية شكرا لك يا فاند شكرا لحضرتك